بعمق 32 كم تمتد في الشمال السوري لتشمل مناطق واسعة بمحاذاة الحدود التركية مكونة بذلك المنطقة الامنة المزمع اقامتها هناك فكرة المنطقة الامنة طرحت لأول مرة من قبل تركيا بعد الثورة السورية ثم جاءت مؤخرا تغريدة الرئيس الامريكي دونالد ترامب التي دعا فيها الى اقامة هذه المنطقة في سوريا لتدخل بعدها الاطراف المعنية بالملف السوري نقاشات سياسية حول طبيعة هذه المنطقة ومساحتها والجهات التي ستديرها ومن ستتكافل بنفقاتها المالية الباهضة فضلا عن تعقيدات تقنية لوجستية تركيا تنظر بإيجابية الى مسألة اقامة منطقة امنة في شمال سوريا وبالتعاون والتشاور مع الاطراف المعنية بالشأن السوري اما الولايات المتحدة فقد ارسلت من جانبها مبعوثها الخاص بسوريا الى انقرة جيمس جيفري للتشاور وبحث عملية الانسحاب المرتقب للقوات الامريكية من سوريا وتطبيق خريطة الطريق في منبج وتفاصيل المنطقة الامنة واجراء مباحثات عسكرية ثنائية مع الجانب التركي بموازات ذلك اشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لوفروف الى ان بلاده تدرس نشر الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة الامنة المقترحة على طول الحدود الشمالية السورية مع تركيا الانسحاب الامريكي من سوريا دون التنسيق مع انقرة سيترك فراغا يسمح بدخول اطراف لا ترغب تركيا بوجودهم على حدودها وتهديد امنها ولذا تسعى بكل امكانياتها لاقامة هذه المنطقة الامنة تحت اشرافها